وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة عمل محاور جديدة داخل المدن عالية الكثافة السكانية في نطاق محافظة الجيزة جاء ذلك خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية في قطاعي الإسكان والطرق بمدينة السادس من أكتوبر حيث أشار الرئيس السيسي إلى أن تنفيذ بعض الطرق والمحاور داخل المدن يستلزم تنفيذ بعض الإزالات السكانية مشددا على أن أي إزالة تتم للصالح العام يتم تعويد أصحابها أنا كمان عايز أخلي المواطن اللي في بلاء ده يتحرك بشكل كويس اللي في كرداز أصلحنا اللي احنا بنعمله ده هو مش هدفه بس أنه هو يتحرك كويس لكن كمان يحس أنه هو يعني مش معقول تبقى البيوت كلها في الكتلة دي الفاصل بين البيت والبيت مثلا خمسة ستة متر ولا عشرة متر ولا حتى عشرين فهنا الموضوع ده محتاجة دراسة مع محافظة الجيزة نشوف المحاور اللي موجودة بالفعل جوه الأحياء ديت ونبتدي نشوف إحنا هل ممكن نوسع حوالا ده أنا بقولي الكلام ده وبسمع الناس ليه لأن طبعا إحنا عشان نعمل ده هنتطر أن إحنا نعمل بعض الإزالات يا دكتور مصطفى بس وأنا بقول برضو كلام ده مبدأ عام الدولة حطته على نفسها في أن هي أي إزالات بتتعمل لصالح النفع العام الدولة بتعود الناس